اشتركوا في القناة لردع الإساءات ضد الكويت صرح نائب وزير الخارجية خارد أرجار الله بأنه تم استدعاء السفير المصري لدى الكويت ظهر اليوم الجمعة في مقر وزارة الخارجية في عقاب الإساءات التي صدرت مساء أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي على لسان معاون وزيرة القوى العاملة المصرية ونقل نائب وزير الخارجية استنقاراً واستياء ورفض الكويت للصدور مثل هذه الإساءات ومن مسؤول رسمي في الدولة والتي استهدفت الكويت ورموزها ودف الجرالة بأن الوزارة طلبت رسمياً من السلطات المصرية بأن تبادر وعلى الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما صدر من إساءات وإحالة من ورائها للتحقيق للوقوف على الملابسات والأسباب وراء إصدارها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة الكفيلة بردع هذه الممارسات المشينة وإعادة الأعتبار للعلاقات الأخوية بين البلدين بعدما تعرضت له من مساس وأضف نائب الوزير بأنه قد أبلغ السفير بأن الوزارة ستتابع ما سوف تتخذها والسلطات المصرية من إجراءات والتي في ضوئها ستحتفظ بحقها باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع هذه الإساءات للكويت ورموزها وإعادة الاعتبار للعلاقة الأخوية بين البلدين وضمان عدم المساس بها من جانبه فقد عرب السفير المصري عن رفضه واستنقاره لهذه الإساءات بحق دولة الكويت ورموزها مؤكداً بأنه قد تلقى اتصالاً اليوم الجمعة من المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية أكدوا من خلاله عزم السلطات المصرية على تخاذ الإجراء اللازم بحق المسؤول عن هذه الإساءات